لقاءات مكثفة تحمل الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لصالح حجر موقف دولي لوقف الحرب على غزة ففي ختام زيارة جلالته إلى ألمانيا التي كانت المحطة الأخيرة في الجولة الأوروبية لجلالته التقى على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن المستشار الألماني أولاف شولتس حيث أكدت جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بغزة مجددا جلالته التحذير من الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية قد تدفع إلى تهجير السكان مشيرا جلالته إلى أهمية مواصلة دعم وكارة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا لتقوم بدورها ضمن تكريفها الأممي وأجرى جلالته على هامش المؤتمر سلسلة من اللقاءات جمعته مع عدد من رؤساء وزراء الوفود المشاركة لكل من العراق وهولندا وسلوفينيا ورئيس إقليم كردستان العراق حيث جرت تأكيد على تطيير العلاقات الثنائية وهمية التنسيق لمواصلة دعم الأشقاء في غزة والدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في القطاع إضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين والتقى جلالته في ميونخ رؤساء وزراء قطر وإيرلندا والدنمارك وأمين عام الناتو حيث جرت تأكيد على أهمية التوسط إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار وفي لقاء جلالته مع عضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في ميونخ تناول اللقاء التطورات في غزة مؤكدا جلالته دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع لإيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وألمانيا هي المحطة الأخيرة في الجولة الملكية التي شملت للولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وركزت على التطورات الخطيرة في غزة وألية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالقطاع ففي واشنطن عقدت جلالته قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولقاءات مع أركان الإدارة الأمريكية وأعضاء ولجان من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس وفي العاصمة الكندية أوتوى أجرى جلالته مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي غاستين ترودو فيما عقدت جلالة الملك في لندن مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونات وفي باريس اجتمعت جلالته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو الذي رحب بجلالة الملك وأثنى على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والجهود التي يبدلها جلالته لصالح السلام والاستقرار في المنطقة وإيصال المساعدات لقطاع غزة ومشيرا إلى أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين شكرا للمشاهدة الكثير من الوزراء في العام للأسلام وفي فروح الموضوع باللغة أحد الإجابة في المواد المستخدر الى الأسراء للإجابة الانتحانية وليس من المستخدر الى المعارفة المهمون المستخدر الى جانبات الأسرائية المستخدمين وضع لأسفق الوزراء لنحن عمل比 néميزية ويعا أنتمهم بإبتناج بإبعاء المتقدم والشاركون المتحدث في الجمهور لنستخدم ilجراء البريطاني ومواجهوا وعندما يبدأ العين العموزة والمثال السؤال إلي人 يستمرون على الخطأ. mae الفئرية في يدفعوا الصعودية والتعليقات على الفئرية ويزترون على السؤال المطورة في الغامب والإسرائيلين للتعليقات على الفئرين والمغربية الدankتاة ونفقه على أنك السرحة فهل من الركزات ممتعه في سؤال المعاركة والإتصالي والمعاركات للإضافة وسowing We are also grateful for France's efforts under your leadership, sir, to work towards a ceasefire and increase humanitarian aid to Gaza through all possible entry points and mechanisms. We have worked with France to provide vital medical supplies, as you have mentioned, sir, to Gaza via airdrops, which is part of the only one of the few methods we have been using to bolster the humanitarian response as much as possible. Of course, more must be done. We must ensure the sustainable and unhindered delivery of sufficient aid to mitigate the terrible humanitarian situation. And also, support for Anwar must continue. It is vital and a vital lifeline for nearly two million Palestinians in Gaza facing the threat of starvation. And it also provides much-needed services for Palestinian refugees elsewhere in the region. We will continue working with you, sir, to address these issues and expand on our strategic partnership with France. And, sir, I thank you for the friendship that you have for Jordan and the personal relationships between our two countries. And I look forward to a very interesting discussion with you today, my dear friend. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà. Tout d'abord, je suis très heureux d'accueillir Votre Majesté ici à Paris après la visite en Jordanie le 21 décembre dernier. Je voulais encore vous remercier pour l'accueil que nous avions reçu, l'excellente discussion, et je voudrais féliciter Votre Majesté pour les 25 ans de votre accession au trône. Je forme des voeux de paix et de prospérité pour Votre Majesté et pour tout le peuple jordaniens. Au-delà de cette amitié et de cette confiance qui nous lie, nous partageons le même attachement viscéral et la même détermination à trouver une véritable paix durable au Proche-Orient. Nous le savons, la solution, la seule viable pour répondre aux besoins de sécurité du peuple israélien comme aux aspirations légitimes du peuple palestinien est la mise en oeuvre effective de la solution à deux Etats, c'est-à-dire la création d'un Etat palestinien viable, vivante en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Cela doit devenir une réalité. La France y travaille sans relâche avec tous ses partenaires et notamment la Jordanie pour y parvenir avec l'initiative de paix et de sécurité pour tous que nous avons proposé dès le 7 octobre. Notre priorité absolue est d'obtenir un accord sur un cessez-le-feu et merci là aussi de la très grande coordination et coopération diplomatique et de libérer tous les otages dont nos trois compatriotes. Ce cessez-le-feu doit permettre la protection de tous les civils et l'entrée massive de l'aide d'urgence. Le bilan humain de cette guerre est aujourd'hui intolérable. Je l'ai redit il y a quelques jours au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, une offensive israélienne à Rafa ne pourrait qu'aboutir à un désastre humanitaire sans précédent et serait un tournant dans ce conflit. Je partage les craintes de la Jordanie et de l'Egypte d'un déplacement forcé et massif de la population. C'est non seulement une violation grave du droit international à nouveau et un risque majeur d'escalade régionale. J'espère que ces messages seront entendus. La deuxième priorité est de venir en aide aux populations civiles à Gaza qui sont en situation d'urgence humanitaire absolue. A nouveau nos partenaires dans la région, au premier rang desquels la Jordanie et l'Egypte, sont pleinement mobilisés pour recevoir l'aide humanitaire et la faire parvenir à la population civile à Gaza. Les accès humanitaires sont aujourd'hui très insuffisants au regard des besoins. Aujourd'hui, les civils à Gaza meurent de faim et de maladie. Je l'ai aussi redit au Premier ministre israélien, il faut ouvrir le port d'Ajdod. Il faut aussi ouvrir une voie terrestre directe depuis la Jordanie qui peut devenir une plateforme humanitaire complémentaire à destination de Gaza, à laquelle la France est prête à contribuer. Joula ton malakie, chamele t'5e d'eau المؤثرة في المجتمع الدولi. S'aït jalala t'almèque من خلالها إلى إجlاء الحقائق أمام العالم أجمع. L'وقف الحرب على غزة التي تعد واحدة من أكثر الحروب تدميراً في التاريخ الحديد. Bouchard l'Ikhreche, Atelefouzion Kordiney.